الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على وحمة المهداد سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك ونحن عبادك وعبيدك اللهم ارفعنا الداء والبلاء والوباء اللهم إن الداء داءك وإن الشفاء شفاءك اللهم أنزل الشفاء على الداء يا رب العالمين يا حيو يا قيوم برحمتك نستغذ يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسارة لا تجزعنا فإن الكافي الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله إذا هناك متصل فأنا أستمع إليك سيدي نعم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يبرك فيك يومك مبارك يا شيخ آمين وأيامك تتبارك يا سيدي الله يبرك في عمرك متصل من ولاية بسكرة ما شاء الله بسكرة بلد الصحابة رضي الله عنهم أهلا يا سيدي سيدي عقبة سيدي عقبة ما شاء الله بالسكرة تحتوي على أكثر من ثلاثمائة صحابي الناس لا يعرفون منهم إلا سيدنا عقبة رضي الله عنه وأرضاه الناس عن بالهم سيدنا عقبة جاء وحده جاء وحده فوق العود يوم جيش وحده جيش كامل من الصحابة مرحبا بك يا سيدي قل لي عرفني بإسمك ومن أنت معك أكرم زيدي من سيدي عقبة بتأيت الاتصال بك بشكرك على المبادرات اللي رأك تقوم بها الله يوضع عليك في الظل هذه الجائحة وتفشي فيروس كورونا الذي ألمه بالعالم ككل ووطننا العزيز على وجه الخصوص هذا الظرف اللي حتى معلينا يا شيخ أنه نخلو كل الصراعات نخلو كل المشاكل كانت بيناتنا ونتوجهوه ونديرو ليد في ليد إن شاء الله لتجاوز هذه المحنة ومن بعد ذلك نشوفو ونطلعو الجزائر جديدة إن شاء الله يا شيخ هذا الظرف اللي الله يوضع عليك الله يرحم الأم التي ولدتك والأب الذي أنجبك هذه الكلمة اللي قلتها ما راناش في وقت السياسة وانا في وقت التعاون والتضامن هذه هي كمل كمل يا أخي الله يبرك فيك شيخ يعني حقيقة شفنا أنه دور المجتمع المدني جل في هذه المرحلة وتعطى فرصة أوطوماتيكيا لهذا المجتمع المدني وكذا للشركة الاجتماعيين الفاعلين اللي رانا نشوفوا فيهم يقوموا بمبادرات بالتنصيق مع الشركة الاقتصاديين أصحاب المؤسسات سواء كانت كبيرة أو صغيرة لرهم يساهموا ومدخروا حتى جهد للوقوف مع الوطن التاحم في ظل هذه الأزمة لألمت بالعالم ككل كما قلت وبالوطن التانى ومفرقة ما بين الغني أو الفقير أو القوي أو الضعيف يا أكرم الله يا وضعلك أحكي لي على بالسكر وناسها هناك وأهل الخير ماذا يفعلون وماذا ينظمون أنا سمعت قوافل كثيرة خرجت من بالسكر بالطبع يا شيخ ونحن من بين المبادرات اللي قمنا بها أن القافلة الأولى كانت بتنصيق مع المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني والشباب بلدية عينا قال إن حيوهم من هذا المنبر يا شيخ كانت القافلة توجهت لولاية البلاد ومناطق الظل وقمنا بمبادرة ثانية ورب يوفقنا والحمد لله مع جمعية تهوير الخيرية ببلدية نزير عاب بالتنصيق مع متطوعي هذه البلدية الخيرين هذه القافلة اللي يرعاها نشكره صيد الوزير المتدبل المكلب لبيئة الصحراوية ليعطانا كل الدعم ورعاها هذه القافلة اللي كانت موجهة لأهلين بولاية تيبازا وولاية تيزي وزو أهلين بهذه المناطق المتضررة وإن شاء الله رح تكون قواف الأخرى إن شاء الله من هذا المنبر كذلك أقدم نداء إلى كل خيرين خاصة بولاية بسكرة والخيرين على المنتشرين عبر ربو الوطن إنهم يتدخروا حتى جهد للوقوف مع الوطن التاحم بتقديم مساعدات مادية مالية إعانات ما نشعرف كمواد المهم هي تتنوع الإعانات وتتنوع المساعدات ولكن كما قلت إنه اليوم رأنا شفنا هبة تضامنية كبيرة يا شيخ يتحتم لنا إنه من دخروا حتى جهد الله يرضى عليك يعني السي هو سي أكرم هذا هو معدن تع الجزائر الحقيقة تاعه المعدن تعه أنه رجل كريم وأنه ما يخليش الجزائر تسقط وأنه ما يقدرش إباد شبعان وجاره جائع ولذلك أعجبني ما قلت يعني الحمد لله تخرت قافلة من بالسكرة إلى تيزيوزو ثم تخرت قافلة من تيزيوزو إلى قسنطينة ثم تخرت قافلة من قسنطينة إلى عنابة ثم تخرت قافلة من عنابة إلى الواد يعني كل ولاية إلا وترسل إلى الولاية الأخرى بالطبع بالطبع كل مواطن يتضامن مع أخوه في جهة أخرى وهذا هو الدورة جانية شفت العمل الخيري كيف يكسر الجهوية والله العظيم يا شيخ يعني رانا نعيش في مرحلة جد حساسة ورانا نعيش في وحد بالرغم من تعب بالرغم من المجهودات اللي رانا نقوم بها وهذا أقل شيء نقدرون نسهم به مع الوطنتان أقل شيء نقدرون نسهم به مع أهلنا المضرين ولكن تعمنا تلك الفرحة تعمنا تلك النشاط في ظل هذا الظرف الخاص يا شيخ الله يرضى عليك يا سيدي شكرا جزيلا وملأ الله بيتك بالخير والبركة وأسأل الله لشباب عين الناقة وجمعية هوير وشباب المزرعة لقسم الخبز مع أخاوتهم في هذا الوطن العزيز أسأل الله أن يجعلكم ممن يقال له خذ كتابك بيمينك شكرا يا سيدي شكرا جزيلا الله يعمر دارك شكرا شكرا جزيلا هذا هو وقت الصدقة قولوا لي بالله عليكم السمعون يمليح وخاصة أصحاب السياسة إذا الشعب ما صابكمش في أيام المحنة وشيدير بكم في أيام الرخاء إذا الشعب ما صار بكمش في أيام المحنة وشيدير بكم في أيام الرخاء الجيش الوطني الشعبي يحرك طائرات تروح للصين 34 ساعة يكونوا هنا أجهزة طبية أقنعة ما لابس إلا أطباء الفلاحين في كل مكان رام يمدوا الخضرة مجانا شاحنات وقوافل خرجت من كل مكان لا يمكن حصره ولا يمكن عده النساء والرجال أمديرين ورشات ورشات يخدموا الأقنعة النساء والرجال أمديروا مطابخ يطبخوا يطبخوا يبعتوا للمستشفيات أطباء أميواجه المرض في غرف خاصة مع المرضى أميواجه ممرضين مخابز يتوصل الخبز إلى الناس رجال ونساء من الشغل كي يحيا هذا البلد والله غير أنتم راكوا كي ما قالوا هجدودكم الشهداء وعقدنا العزم أن تحيى الجزائر هما قالوها وأنتم قلتوها اليوم وعقدنا العزم أن تحيى الجزائر شباب عين الناقة وجمعية هوير وجماعة مزرعة ننتظر منكم قوافل أخرى لا تتوقفوا حتى يتوقف الألم حبيت النبه لسنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله الناس غافلة عنها وهي سنة القنوت سنة القنوت من سنته صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلاة عند النوازل عند النوازل العارضة التي تحل بعموم المسلمين كانتشار الوباء والأمراض عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالناس ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك هاي إذا رأيتم هذه الآيات فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا سمعتوا فادعوا الله أدعوا الله نحن في الوباء أفديدك ودعي كمارا ندعو كل يوم نفديد دينا وأنا أعلم أن هناك الملايين هاي تفديدها معايا أنا أعلم هذا وقد بلغني من كل أسقاع الدنيا حتى خارج الجزائر لما نرفد يدي الملايين ترفد يدها وإن شاء الله يكون بيننا من الصالحين والصالحات والأطفال المباركين والبنات المباركات والشيوخ الركاع يكون من بيننا هؤلاء فالداء بدأ يخف وبدأ يزول إن شاء الله حتى يرفع البلاب فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وهذا لو يديروا الشعب الجزائري شفتوا الشعب الجزائري هو يدعي ربي هو يكبر وره يصلي وره يتصدق إذن سنة القنوة تكون في عند نزول النوازل يقول الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه يقول وشنو هي المصيبة يعني الحاجة اللي تخلينا نجيبوا دعاء القنوة وش يمثل السمع وش يمثل قال كرامة دي عين رجل من المسلمين رجل واحد عندنا واحد مرض من عينه عندنا إنسان في الحومة مرض من عينه يسن لإمام المسجد يجيب القنوة في الصلاة يدعي ربي يخفف عليه الوباء والبلاء هذا واحد يمرض من العينه عدوه العلماء من جملة المصائب التي يسن لها القنوة فما بالنا نحن غفلنا عن سنة القنوة والدعاء في الصلاة برفع الوباء الأمراض زيد رفع المحبة من القلوب هذه مصيبة نعم سيدي والله عمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة